على استقلاليتها التي تثبت من خلالها أداء عادلا في تفعال الدور الوطني والدستوري وقوفا مع قضايا البلاد القانونية منها تحافظ السلطة القضاية في العراق على إدارتها في القضايا وحدة دون الدخول أو زج القضايا في أي خصومات ومنافسات سياسية وذلك ضمن الرد الرسمي الذي أعلنه مجلس القضايا على قضية حل البرلمان إذ لا يتدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو يتزن عدلا على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المثبت في الدستور العراقي رسالة القضايا واضحة المبدأ والهدف من خلال خطاب المجلس إلى الجهات السياسية والإعلامية بضرورة عدم زج القضايا بأي مناكفات سياسية وأن المجلس لا يبلغ صلاحية حل البرلمان وينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية أما القضاء برئيس مجلسه الأعلى القاضي فائق زيدان مستمر في المشاركة بإيجاد حلول ناجعة تنقذ مغداد من أزمة بناء بيتها السياسي من خلال لقاءة فاعلة مهمة على سعيد عراقي أممي كاللقاء الذي جرى بين رئيس المجلس وممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لما للقضاء من دور مهم في معالجة الإشكالية الخاصة بالأزمة السياسية اشتركوا في القناة